استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقد الفيتو لإفشال مشروع قرار تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية وذلك للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة وأعرب أبو الغيط عن أسفه الشديد كون هذه هي المرة الثالثة منذ اندلاع الأزمة التي تتدخل فيها الولايات المتحدة لإفشال مشروع قرار يهدف إلى وقف إطلاق نار بما يشير بوضوح إلى مسؤوليتها السياسية والأخلاقية عن استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع